السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بالأسكندرية المحافظة غرقت في شبر مية وبيان عاجل من البرلمان لإقالة محافظة الأسكندرية بسبب غرق المحافظة بس قبل ما نتكلم على التفاصيل برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو طالب النائب السكندري بمجلس النواب أحمود قاسم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب بسرعة التدخل وتكليف الوزراء المتخصصين لإنقاذ محافظة الأسكندرية من الغرق وحالة الشرل التام التي أصابها بسبب هطول السيول والأمطار الغزيرة على مدار الساعة الماضية وقال في بيان عاجل دمو للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب توجيه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية فقد سبق وحذرت الحكومة من تعرض محافظة الأسكندرية للغرق بسبب الأمطار ولكن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأشار إلى أنه قام بالتقاط العديد من الصور التي تؤكد إصابة الأسكندرية في جميع المرافق بالشلل التام وتوقف الحركة والتنقل للمواطنين على مستوى المحافظة بسبب تراكم هي الأمطار داخل الشوارع والتي أصبحت وكأنها مصارف وترع لا يمكن للمواطنين والسيارات التحرك بها وقد صرح نائب الأسكندرية وقال ركبت في لوكا علشان أدخل أشوف البيوت وقد صخر النائب محمد جبريل عدو مجلس النواب الأسكندرية من تأثير سكوط الأمطار على المحافظة وقائلا يفضل أن نعمل مراكب كل سنة بالنسبة عن الاستعدادات لمواجهة الأمطار وإحنا جاهزين والعمل على قدم مصاق داخل المحافظة وتطهير الشناشين وخلافهم وقال جبريل خلال اتصال هاتفي تلكياد السياسية أمرت ووجهت منذ سنوات بتطوير كل ما يتعلق بالصرف الصحي في مدينة الأسكندرية ورفع الكفاءات وزيادة عدد محطات الصرف الصحي وهناك مليارات فقط في هذا القطاع متسائلا أين النتيجة الأسكندرية تتعرض للغرق لي كل سنة وأضاف أنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية وكل سوى البيان عن تعرض الأسكندرية للغرق مثل كل عام متابعا أنا علشان أدخل وأشوف معاناة الناس اضطريت أركب فلوكة علشان أدخل أشوف البيوت رئيس شركة الصرف الصحي بيكشف أسباب غرق شوارع الأسكندرية وقال إنها بسبب الأمطار غير المسبوقة كشف اللواء رئيس شركة الصرف الصحي بالأسكندرية اليوم عن تفاصيل وأسباب ما تعرضت له المدينة الساحلية من غرق الشوارع في أول نوة ممترة وقال رئيس الشركة في تصريحات اليوم إن المحافظة تعرضت لأمطار غزيرة جدا والتي استمرت لزعاد طويلة على مختلف مناطق الأسكندرية ونتج عنها تجمعات دميها الأمطار بمناطق وسط والجمرق وغرب موضحا إنها استمراره طول الأمطار الغزيرة على هذه المناطق فقط التقى الاستعابية للصرف الصحي بالمنظومة والتي تقدر 81 مليون وتصل في حالة الطوارئ كما أن التصرفات الأدمية تشغل اليوم من الطاقة الاستعابية لشركة تبكة الصرف الصحي بالإضافة إلى مياه الأمطار الغزيرة والتي لا يمكن استقبالها بالمنظومة وتابع إن كمية الأمطار سقطت على محافظة الأسكندرية يوم الأحد أضعاف هذه الكمية الأمر الذي أدى إلى تراكمها في الشوارع بعض المناطق خاصة بأحياء غرب الأسكندرية وقال إن الاستراتيجية المتكاملة وأوضح أنه تم الانتهاء من ثلاث مشروعات ضمن ما يعرف بالاستراتيجية الكاملة بصرف وإدارة مياه الأمطار في الأسكندرية بغرض فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي مؤكداً إنه لم تظهر أي تجمعات لمياه الأمطار أثناء النوى الأخيرة في المواقع التي تمت فيها هذه المشروعات دافت إلى إن أعمال التطهير الشبكات والمحطات لا تتوقف على مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية بالإضافة إلى تكسيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التي تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة وأكد إن شبكة الصرف الصحي تواجه عبء في المناطق غير المرصوفة والتي تتطلب جهداً كبيراً وجهداً مضاعفاً لتطهير المطابق وقال إنه نحرسون على تحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية وتقدمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطن المصري وقال نحن نرى تحسن تدريجي وسريع رغم التحديات التي نواجهها من بناء عشوائي غير مخطط لواء كان رأسي أو أفقي ومناطق غير مخدومة بالشبكة ورغم كمية الأمطار الكسيفة التي تتزايد عاماً بعد عام ففي الشتاء 2015 كانت كمية الأمطار على الأسكندرية 80 مليون متر مكعب ترين إلى أن الشركة تستعد قبل بدء النوى بـ 24 ساعة فور ورد الإنذار من هيئة الأرصاد الجوية بنشر 102 سيارة شفت و22 بدال من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء وتمن بدلات من شركة ميها الشرب على مدار اليوم حتى استقرار التقس وكانت أحياء الأسكندرية تعرضت لموجة من التقس السيء صاحبها أمطار رعضية غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مما أصفر عن غرق عدد كبير من شوارع الأسكندرية منها أحيى الجمرك وغرب وسط في مياه الأمطار وقد فشلت المنظومة في تصريف المياه ما أصار غضب المواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر